منذ أن وطأت قدماء الاحتلال مدن شمال الضفة الغربية بزعم شن عملية عسكرية هناك ويعيش القطاع الصحي في مدن جينين وتولكرم وتوباس كارثة إنسانية لا تختلف تفاصيلها عن كارثة غزة الصحية فجيش الاحتلال كشف مع بداية عدوانه على الضفة الغربية نهاية أغسطس الماضي عن أن حصار المستشفيات في المدن الثلاث يحتل الرقم الثاني في أهدافه المعلنة بعد حصار المخيمات وبدأ في تطبيق إجرامه بالتوازم على الاقتحامات المتكررة عن طريق منع التواقم الطبية من الوصول إلى مقار عملها واستهداف سيارات الإسعاف واحتجازها ومنعها من الوصول إلى المصابين وبحصار الاحتلال للمستشفيات الحكومية بجينين وتولكرم وتوباس ومستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني انخفضت قدرتها على تقديم الخدمات الصحية التدريجية إلى أن وصلت حاليا في بعض التقديرات لنحو 40% وبصاصة مستشفى جنين الحكومي التي تعيش حصارا دائما كما دقت الصحة الفلسطينية نقوص الخطر معلنة عن نفاذ 50% من الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة استهداف جيش الاحتلال المتواصل لهذه المستشفيات كما سجلت الصحة الفلسطينية 480 هجوما على مستشفيات الضفة وسيارات الإسعاف الخاصة بها أسفرت عن استشهاد 16 شخصة وإصابة 100 آخرين فضلا عن سطو الاحتلال الإسرائيلي على جزء من أموال المقصة الخاصة بميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بداية العام الجاري ما أدى إلى تلقي العاملين بالقطاع الصحي لنصف رواتبه فقط ومع اقتراب القطاع الصحي من الانهيار في الضفة الغربية حضرت منظمة الصحة العالمية من المخاطر المترتبة على ذلك وأهمها انتشار الأوبئة وكذلك من آثار طويلة الأمد على صحة سكان الضفة الغربية نتيجة تردي مستوى الخدمة الصحية والعلاجية